شايفة الأمر ده ازاي بالنسبة للود الكبير اللي في البداية مش على لعبة المنتخب بس لا ده على لعبة المختلفة بس هو نحن نسأل دلوقتي شايفة للموضوع ده زي الموضوع ده يعني الأسف الشديد هو مستمر موسم على الموسم نتكلم فيه نفس الأزمة وحتى لما بنترح الموضوع ده على ضيوفنا يا كريم بتلاقي نفس الإجابات يعني كله بيأمل كله عندنا أمل عندنا يعني رغبة بنتمنى كلها يعني أمنيات ودعاوي لإيجاد حل لكن هل على الأرض الواقع ده ممكن أن هو يحصل بعكس أنت عندك بطولة زي ده كمان هذا الموسم بالنسبة للنادي الأهلي فالفكرة أن الدغوطات لا تقل إنما بتزيد فطبعا مش هنقدر أن احنا نقول يعني لعبة الأهلي محظوظة بين الانتصارات اللي بتحققها فقط طبعا هي محظوظة وأي حد يتمنى أن هو يوصل لهذا المستوى لكن على الصعيد التاني برضو ليه هتمن فنتمنى كل التوفيق وإحنا إلى حد ما نقدر نقول حتى وإن دخلنا الموسم ده كريم مضغوطين ويمكن كمان بطولة زادت لكن الوضع مختلف شوية لما تتكلم عن جهاز فني أولا بقيادة مارسل كولور هذا الرجل اللي عنده القوة بجد أن هو يطلع أفضل ما عند اللاعب حتى وإن كان المستوى أو حتى الثقة يعني اختلفت في موسم أو مطشين أو تلاتة بيرجع تاني اللاعب لأفضل حالاته وفكرة أن أنت يبقى عندك سقوات رائع جدا وكامل جدا ومتكامل رغم أي غيابات أساسية أنت كنت معتمد عليها في مواسم وسنوات ماضية أنت لا تشعر أبدا بغياب أي لاعب حاليا فكرة كمان مدرب الأحمال الأكثر من رائع اللي يعني لازم نديك رادت كبير جدا أنه يحافظ على لياقة اللعيبة شفنا المشاهد اللي هي تلاقي اللاعب ممكن يبقى مجهد شوية مش في أفضل حالاته على مدار التسعين دياء أو ناينتي بلاس لكن أعتقد الموسم اللي فات وهذا الموسم مشوفناش ده بشكل كبير جدا فأنا متوقعة وإن كان الجدول هو هو وبالعكس كمان زاد لا أعتقد هيكون فيه فارق مع النادي الأهلي على كل حل من أن احنا ذكرنا برضو مارسل كولر خليني أقول لحضراتكم وده اللي احنا كلنا متأكدين منه أن مستر مارسل كولر هو أكيد حاطت في اعتباره المنافسة كمان على البطولات بشكل مستمر وأكيد احنا برضو عارفين كاجا ماهير طبيعة جمهورنا أنه هو عارف أن هي مش بتردى غير بالمركز الأول خش ماتشو بعدين قولي في البطولة دي مركز تاني مش هيفرق معايا خالص يعني أنا عايز مركز أول أنا عايز أشوف لعبة حلوة نتيجة جيدة وده يمكن برضو مش غريب ولا جديد على النادي الأهلي ولا مثلا الجيل من الحالي من المشجعين هو اللي بيطلب ده لا أبدا إحنا على مدار الأجيال الطويلة جدا هو ده جيل يعني بيورث الفكر وهكذا وهكذا عمينا طوارث هذا الأمر فأتمنى أن احنا نستغل كمان الدفعة المعنوية الكبيرة اللي عندنا واللي حصلت في الفترة طبعا اللي فاتت من التأهل لدوري هنا باتكلم تحديدا المجموعات بدوري أبطال طبعا إفريقيا بعد الفوز كان بمجموع المباراتين على سان جوج الإثيوبي والنتيجة كانت أكثر من رائعة واللي برضو ييجي هنا يقول لك يا جماعة ما هي مبارات سهلة ذهبوا إيابا أنت بتتكلم برضو عن سان جوج وفارق كبير وما فيش لعيبة ده حتى عضو مجلس الإدارة في سان جوج لما طلعوا بعد كده قال لك ما احنا عارفين احنا ليمكن نفوز على النادي الأهلي وغيره يعني مش دي الحاجة تعاول عليها لا مش حاجة اسمها كده مش حاجة اسمها كده أندية كبيرة جدا بتخسر من أندية لا تقارن بيها على المستوى الفني ولا الترتيب أو غير ملاش علاقة أنا شفت اللعيبة بتاعتي بتلعب بيها بحلو هو ده اللي يهمني عايزين نكمل نفس الأداء ونفس الروح دي إن شاء الله المجودة في بوتولتين الكاس والدوري إن بعد كمال ماتش إنبي حيكون عندنا في الدوري مباراة الإسماعيلي وأنا أعتقد ستبقى مباراة برضو قوية حتى وإنت بتتكلم أو حتى إن كنا بنتكلم إن الإسماعيلي طبعا مستوي في الفترة الأخيرة ليست الأفضل شو ده الإسماعيلي اللي احنا نعرفه بس برضو ممكن يكون فيه مفاجآت ممكن يكون فيه قطط مختلفة تماما زي ما قلنا ممكن يكون فيه روح مختلفة يعني اللعيبة نازلة بيها التنافس النادي الأهلي فأكيد أكيد ما فيش مباراة سهلة ومباراة صعبة كله تحديات كبيرة جدا وكلها منافسات أعتقد يعني إن شاء الله تحصل بنصالح النادي الأهلي إن إحنا عندنا من الجاهزية كمان ما يمكننا من ده كريم بإذن الله ويمكن كمان انضباط اللاعبين خارج الملعب دي نقطة مهمة جدا النجاح عارفينه طبعا بنسبة القيادة الفنية المستر كولر الجهاز الفني لكن الحقيقة ما بتشوف التلاحم الكبير في المباراة وانضباط اللاعبين خارج الملعب دي نقطة مهمة جدا لأن احنا بنشوف أمثلة كثيرة الحقيقة يعني ما بتخش النادي الأهلي وما بتخش النادي الأهلي بيكون فيه انضباط كبير جدا قط اللبس دي يعني هي السر النجاح الكبير للنادي الأهلي اللعيبة اللي بتكون وافدة عليك وبيستقبلها اللاعبين الكبار بتشوف الاخت عشان كده إن شاء الله بنعمل وبنتمنى كل التوفيق للنادي الأهل في مشواره صباح مباراة أمبي ومن بعدها مباراة إسماعيل يا رب إن شاء الله بإذن الله كل التوفيق للنادينا الحبيب أنادي الأهل